نجمع نكسرها نجمع نكسرها وستكسر.. اح 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 اوف 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 اش ذا؟ الملكة ذي ولا وشه؟ ينطلق تصونا لتجربة قوة الملكة ولكنه يتصفر كثيرا وكثيرا موسيقى وهكذا مات تسونا لأول مرة ويقوم تسونا قيمر بالتقدم على الوحش ويهجم تصونا أخيرا ولكنه يتسطر كثيرا وبعد إن ذهب تصونا ليستريح وجد ألأتي وعندما أراد تصونا أن يطبخ الطعام اللهمي راكي يوضّ أيش هذا واخيرا قرر تسون افتتاح عالم جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم تسون اجامر واليوم بجيب لكم الحلقة السابعة من دون ستار وزي ما شفتم في بداية المقطع ومتنا مع الاسف ولكن بدأنا بداية جديدة احسن من السابقة فاحنا حاليا في اليوم 14 ويلنا 6 ايام على الشيطة على ما اعتقد ففي هذه الحلقة سنقوم بحلق الصوف حقة البفالو ايوه طلعين بدك تحلقه فلازم نمسك ال لا 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 تحلق انت ايوه خلينا بالشتاء اوكي فاحنا حاليا ننطلق الى البفالو وفي نفس الوقت سوف نجمع بعض الاشياء الالية من بعض اللجان الاليين عشان نقدر نصنع الثلاجة اللي تخلي الاطعمة تدوم لمدة طويلة فبسم الله وعلى بركة الله من هذا الطريق طبعا هذه المرة لن يكون الاكل مشكلة على الاطلاق عندي ثلاثة وعشرون حبة من التوت ان شاء الله ما يعفنون وفي حاجة ما كانت موجودة بالعالم السابق ابدا مدلله اللي هي هذولا البرك مدلله ما كانوا موجودين ابدا على كثر مكتشف فيطلعون ضفادع ونموس او بعوض تقدر تذبح الضفدة عشان يعطيك رجوله وتقدر تطبخها وتأكلها ويصير زي اللحم الدجاج فهذا مصدر غذاء جديد فانا فان رايح الله اعلم اوكي ولقيت الملك حقة الخنازير فخلونا نوريكم اياه بسرعة قبل ان ينتهي اليوم على الفاضي بدون ان نفعل شيئا الملك زي منتشايفين هذا هو اكبر خنزير في العالم لا يمكن ضربه وهذا شيء جميل عشان ما اهجم عليه بالغلط فيبديني اعطيه اي شيء تقريبا نوعا ما تفضل ايه الخنزير يفتاض انك تعطيني حاجة حلوة افا ما اطني حاجة عصرا عادي هل اقدر اعطيه التوت افا ما ياخذ شيئا اخذ هذا اوكي ما ياخذه لزبدا انه ما ياخذ كل حاجة فانسحب عليه لما نلاقي حاجة كويسة نأطيه اياه وفي نفس الوقت كنا سوف نذهب الى المزارع اوكي خلينا اوريكم المزارع اللي لقيتهم في قرية الخنازير هذه لقيت انه عندهم ثلاث مزارع جاهزة فهذا شيء رهيب هل نطلع نوريكم اياها زي منتشايفين واحد ثلاث 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 مزارع كاملة فاضية انا جلست ازرع فيهم واحصدهم على كيفي فخلينا نحصد هذه الايك بلانت ونحط هذا هنا ناخذ الجزرة ونضع احدهم هنا اوكي تمام والان ننطلق برحلتنا لكي نحلق بعض السمونة هل يبدأنا نحلق هذا وليه خلنا نجرب الا ما يبدأنا طب هلنا نروح نشوف الملك خلنا ما يبدأنا طيب نروح للبافل وهيا بنا اهلا وسهلا هل معي سلاح؟ لا ما معي سلاح مع الاسف افاص النار ومن بياه نهجم عليه من بعيد يا ليل ما معي البوم رانج تاكفة اقدر اسويه اربعة خشب وواحد اه لا ما عندي سرنج اروح اكتو الخنزير عشانك ولا اقول لك لا خلاص لا نتحمل زيادة او ايف الفلاور نكمل طريقنا تحت اوكي هذا هو الضفداء اللي كنت اتكلم عنه تعال هنا اهلا وسهلا كويس انك طلعت بنفسك خلنا نهجم عليه طبعا لما يهجم علي يبدأ يطلع اشياء مني يلا تعال خلنا نضربك شوف لما يضربني اتوقع اول حاجة اشياء اللي صار في الانفنتوري تبدأ تطيح من شنطتي فالظاهر انه اذا ما بقي الا ملابسي تبدأ هي تطيح بعد فهو مشكلة كبيرة فاشراكم تبعدون عن الطريق خلوا راحوا ان شاء الله يكونوا راحوا يوكي راحوا ننزل الى عند خوينا البوفالو اهلا وسهلا بالبوفالو خلنا ناخذ بعض الشوكولات اللي عندك خلنا ناخذ بعض الشوكولات اللي عندك هل يبدينا نحلقك بالصباح اوكي لازم يكون نايم فننتظر الليل طبعا ما بينام الا في الليل في الليل فاعد نستنى حتى يحينو ذلك الوقت اوكي انا لازم ادف البوفالو لجهاتي شوية عشان اقدر احلق لحيته هل يبدينا دفك اوكي يبدينا دفك اوكي يبدينا دفك تعال تمشى امشي الله ايا لا رجعته كل الطريق اللي مشيته ايوا دفو دفوالو عند النار لها تريقها من ذلك لحل باه نايمة امشي امشي ايوه كافه ادتيلوا 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 اوكي كذا كويس لا تتحرك ولا بضربك واخر بدرتي وجع لا تتحرق لنا لك ايوه امشي من هذا المكان وقد جاء الليل حان الوقت لنقوم بجرمتنا بهذه الطريقة بس لاحظة خلونا نقوي النار شوية كمان واحدة الله ونروح عندها ونسوي بهذه الطريقة شايف الله كم واحد يعطينا والله يعطينا ثلاث حبات كافو جميل جدا القبة اتوقع كانت تاج اربعة فلازم نلاقي واحد ثاني فنلاقي واحد ثاني باليوم اللي بعده بس احنا سنذهبوا الى الاليين اي صاح نسيت اقول لكم اني لقيت هذا الكوخ فالظاهر انه بيطلع بالشتاة فبنشوف الشتاة مع بعض ولقيت هذه الحاجة الغريبة اللي الله هو على مشية فنستكشفها في المستقبل يا ليل كان في اثنين هنا جم بعض وانا اصحب عليهم اوكي اصلا عادي يلا بس تعالوا لي عشان نقوموا بحلقكم بس لازم في الليل فننطلق نكمل طريقنا السيدة فهذه الشيء اللي الله اعلم شوه محوط بال فخلنا نبعد من عنده احسن حاج احسن لنا نأخذ هذا الشيء الجميل لانه نادر حتى ما يبدين اشيله بالمجرة فمدري ليه ابو الخياس فنكمل طريقنا ونطلع فوق هنا الله عليك ونكمل طريقنا السيدة مع سلاحنا اللي قريبا سينكسر فنسوي واحد احتياط اين انت نحتاج حبة من هذا الشيء الروب ونسوي واحد احتياط والله علينا ننطلق بسم الله وعلى بركة الله طبعا اول شيء بنلاقيه قبل ما نوصل الاليين مجموعة مجموعة خلايا النحل ذات الشكل الغريب هذي بتشوفون اش تسويه الحين بسم الله وعلى بركة الله طلعوا ستة من الحمر عشان يهجمون علي فانا لازم اهرب 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 اوهرب اوكي كافو 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 ابعدوا عني خلاص انا بعادت عنكم مرا كثير المنفوض انه هذا يكفي خلاص انقلعوا انقلعوا انا فان الحقات اي هذه موجودة هنا نذهبوا بهذا الاتجاه الله عليك تمام الله اكبر كافو الله عليك نحن مستعدون الان لنهجم على الاليين بسم اوكي هذا في واحد هنا تعال تعال تكفى لا تموت تفضل يا ولد تعال خذ اوكي والله في واحد ثاني فانو اين انت انا اسمع صوتك تعال الي والله شكله خيالي وانا كنت تعال شفيك هربت لا تكون موت ساقتلك اذا موت اوكي هذا هو هنا تاكفى لا تذبحون انتوا اياه خلاص خلاص اي تعال هنا اوكي هذا مكان الاليين هنا والله مات الاليين بنفسهم كافو ناخذ القيرز هذولي طبعا هذا احد اكثر الهيوانات افتراسا في العالم خب بسم الله نحاول نذبحه تعال الينا هيا ايوه المتوحش لازم اجيك بنفسي يعني اهجم اوه لا 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 فصل علي فصل 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 اوف مات الخنزير بضربه واحدة ابو الخياس تعال انتوا الرايح واحد اثنين ثلاثة خلاص اهرب اوه راح الجهة الثاني الغبي واحد اثنان ثلاثة اوه كافو ذبحته تمام نهجم على ذا ابو لازر الحين انطلاق 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 لا انت الثاني لا تهجم علي والله كويس يبدينا اتفادوا ضربتهم توقعت انه ما يبدينا اتفاداها اطبحوا اطبحوا اذبحوا والقوي ذا اعطانا الجوهر البنفسجية خلونا نحطها فان حطها ما في مكان بصراحة لنا نهرب نرمي اللحمة الميتة هنا ونعود اليهم مجددا ولا تفقعت تسطرت يا جماعة انطلق مجددا من راحب استعال كذا تهرب مني انا وريك الماربل في مكان له ما في مكان عادي شنسوي نرميه في الارض في هذا الوقت الجميل نهجم عليك اوهجم عليك اذبحوه اوه انكسر خذ الثاني طيب جاهز عندك اوكي اوكي لا 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 تسطرت انا تسطرت اوه لا بينكسر حقيا بقيله ضربة وينكسر عادي ذا انكسر مشكلة بسرون مره قوياء اوكي كويس يمدين اصنع واحد ثاني تكفى لا تخذلني سوف اضعك هنا ناخذ هذا اوكي تمام هذا لما هذا لما كنت اطباهه كان يعطيني 20 كاملا فخلونا نزود ال HB حقنا 40 فننزل الى الاسفل بس بعد ما ناخذ هذه الاشياء اللي حاولنا اوه تمام بهذه الطريقة ننزل بسرعة وينو يولا لسه بعيد اوكي نكمل قتالهم في اليوم اللي بعده دام الوضع كذا يا ساتر فلم رعب وزي ما نشايفين هذا رقم اثنين اللي حلقنا له فهي بنا نعود اليهم فانبات الخنزير هذاك خلينا نستدعي مرة ثانية في حال لسه عايش بس في الاغلب انه ميت اوه اهلا وسهلا هذا اللسان البعوضة اوه ما هو لسانها يمكن لحمها اوكي كويس صار الدم من التسعين فا كافو نستطيع الان انه قاتلكم والله المطال مفروض انه يخرب عليكم المفروض كان باقي الحصان يوالله باقي الحصان بس اهجم عليه كافو اوه كان باقي له ضرب واحدة بس اوكي يلا ناخذ هذه اللحمة نحتاج لحمة ثانية ونقدر نسوي سلاح اللحمة ابو الفلى كافو تمام كذا الوضع وهذا الشيء الذي في النص الله اعلم هو ايش يقال انه ينقلنا الى عالم اخر اوكي نجمع الاغراض الجميلة الكثيرة اللي حولنا فنجمع كل موارد اللي موجودة هنا ثم نعود الى المنزل هيا بنا شوفوا يا شباب في صاعقة سقطت علي قبل شوية مو علي انا بالضبط كانت طه علي لكن طهت على الشجرة فحصل ما حصل وحرقت الغابة هذه المسكينة شوف وفي برق ثاني وبيصقاني والله ماشين الف ذولي تكفونا بعد عني فبما انهم نكسروا فهذا مصنع جيد للشاركول فهي بنا نجمعهم كلهم اوكي زي ما انتشايفين مر يوم كامل ولسه ما خلصت والله مره مطول فخلينا نجيهم يوم ثاني ونكمل عليهم وفي نفس الوقت خلينا نزرع الثلاثة ثلاثين شجرة اللي جاتنا من اجل المستقبل اردد العبارة هذي كثير يبغالي اوقف ولا اقولك خلاص نسحب نوقف هنا ويلا نعود الى المنزل ومعانا البربل جيم طبعا هنا الكحف لقيناه مرة ثانية وطلع منه تقريبا عشرين خفاش للحين وجلسنا ندبح فيهم انا والخنزير وجمعنا عددا من القوان اللي هو الشكلات البيضة فنطلع فوق مباشرة انطلاق كان بقي لنا لسه بقي لنا مدة في حرب مستمرة طوال عمركم ليه كذا صرا عادي يعني لما احتاجهم في المستقبل بيكون في عناكب جلس اتخرب عليهم فسوف اعرف ايش السبب مش قاعد اقول انا مدري ما عندي اي فكرة بس يلا نيجي هنا اهم حاجة ونقوم بصناعة الايس بوكس اين هو الايس بوكس ولا هو في السورفايفل واحد واثنين قولد وواحد من الخشب المقوى لا تقول اللي قولد خلص لا تقول اللي قولد خلص والله شكله اللي قولد خلص اصلاة عادي طيب يلا نصنع سلاح اللحمة قبل لا تتعفن اللحمات اللي معنا اين انت اوه نحتاج الاول مرة ما يكون معنا مدري ليه على كثر الخنازير اللي ماتوا ما طلع لي ولا مرة يا ساتر ايش ذا اوه هذا انت تطلع منك هذي الأشياء الغريبة اوكي اوكي اش السالفة هذا يجلس يذبح كل احد هنا احا ها اوفو طب إذا ذبحناه ميش تصير هل ناخذ حاجة؟ والله شكله أنا ما ناخذ حاجة اوكي هل انت جالس تذبحهم وتاخذ غراضهم؟ اها ها ها والله عندهم قوة لا بأس بها اله صلاة بعد من عندهم ايه ايش كنا بنسوي دايما انا اذهب بعيدا عن الشيء اللي كنت بسوي ايه وكنت ابي ذهب فلازم نطلع فوق عشان نكسر بعض الحجر هيا بنا واول واحدة عندنا في هذا المكان هيا بنا ونقوم بتسريع الفيديو يا ناس 2000 عام بعد اوكي اخيرا وصلنا بعد مدة طويلة فخلينا ننحق ليحيتنا بما انها بتطلع بالشتاء اوكي ما في مكان يا الله اوه توت كله خرب اوه اوكي يلا ما في مشكلة نرمي كله هنا نجمع الشعر اللي طلع لنا بهانا المكان اوكي هنا عندنا اثنين جيركي خلصوا او مونستر جيركي ونقوم بوضع اثنين مونستر مئة آخرين بدالهم الله عليكم والحين ناخذ هذه السيدة الجميلة والحين نقوم باللي هو ايش سمونا ايش كنت مسوي ايه الايس بوكس الايس بوكس ايش كان باقي لنا جيبنا القولد الحين باقي لنا هذه البوردة نسوي اثنين يلا نسوي صندوقين طب باقي لنا حبتين قولد الحبتين قولد معايا ايه باقي الكير فان راحوا هذول هم واحد اثنان ونقوم بصنع اثنين منهما دفعة واحدة بسم الله وعلى بركة الله نضعه في هذا المكان الله عليك ونسوي واحد ثاني بنفس الطريقة وبنفس المسافة نوعا ما هيا بنا كافوا الله عليكم الحين نقدر نحط السيدز هذولي هنا بدون ان نخاف انهم يتعفنون حتى اللاحم نحطه هنا نحط هذا هنا بعد اوكي عندك هنا جيمز نحطهم في المكان المميز هذا الله عليك عندنا تسعة جول نحطهم هنا بعد تمام ادعا الأغراض كثير هنا خلينا نجمعها كافوا ارميهم هنا مع السيدز الله عليك نأخذ هذه ونطبخها مجددا اطبخها عشان ناكلها ونزود عقلا نتطيح مرة بزيادة على اللزوم اوكي هيا بنا نجمع هذه الأشياء عشان ناكلها كافوا الله عليك تمام طيب الحين نحط سيدز بدالهم نروح من هنا نشيل معانا الكمية لا بأسة بيها نشيل الثلاثة ذولي نشيل معانا ثمنية نقول واللي بجون في المستقبل يلا حطكم انتم الثمنية هنا الله عليك ونقوم بحرق الجزرتين اوكي النار طفت استنى الليل يجي وهيا بنا نطبخهم والله الليل جالس يزيد انا توني الاحظ هذا اظهرنا ان الشيطة جالس يقرب فهو يزيد تدريجيا معا اتوقع زي كذا النظام حقهم فنأكلها ثلاثنتين بعد الله الهنقر عندنا كويس حاليا ان شاء الله مثل عندنا ازمات في الهنقر زي ما كان يحصل بل بالهذا ونراح شفر اوكي تعال هنا تمام هيا ننتظر اليوم اللي بعده اوكي شباب اخر يوم عندنا بهذه الحلقة بسم الله نبدأ ونصنع البيرد تراب كافو تم صنعته بنجاح نرميه في هذا المكان ويفترض اننا اذا رمينا داخله حبة من البيت يجي عصفور هنا فلنتفرج على هذا المشهد من بعيد شفينا متحمس لسه الصباح ما جاء لننتظر قليلا رويدن رويدن شفي طول الشتاء الليل اوكي والله على طول جاء كافو يا لكم انفرستن سهلة تفضل وانقلع الى هنا شكرا لك ايش بصير الحين اوكي نقدر نرجع خلاص ارجع ودخل هنا اذا اكلتك السيد هذه واش بصير لك سوف تنزل سيدا اخر اوكي فيفترض اننا اذا اكلنا اي نوع من اللحم بنزل لنا بعضا من السمونة بعضا من البيض فايوة هذا الشجر المترسلس انا كنت اخطط اني احرقو عشان نسوي شاركول ولكن حصل او ما حصل زي ما شفتو طيب ننزل الى هذا المكان عشان نشوف عشان نصيت سمك ايوة خليه نصيت سمك ماوردكم كيف نصيت سمك فاول شاين اخذ الشوكولاتة هذه لا لونه احمر اللي اقرب عنده مدري هدى مني اعرف انه احمر استغفر الله انا اسف خلاص ابد عني تكفى تكفى يا النشبة ابعد خلاص ما باقتلك اوكي تمام يلا ارجع مكانك عشان نقدر نصيد بكل راحة واريحية ايوة وراحت البركة اي هذه قريبة لا يا ليل هذا مكان يطلع هنا ليه صار تطلع الهين يلا ننتظر ننتظر انا كاني شفت ثلاثة يلا صيد اه حم كاني شفت ثلاثة من النحول الحامرة تهجم على البفالو اسحب ابو اسحب ابو كافو صدى سمكة نصيد واحدة ثانية ان شاء الله البفالو ما يموت من كثر هذول اللي يهجمون عليه ايوة صيدها كافو نصيد واحدة ثالثة وخلاص نوقف مسكين البفالو بيموت خلاص مستهيل يبقى عايش مع كل هذي الاشياء اللي حوله والله مات كافو اهو مو كافو بس ايوة كان في موسم التزاوج هذا كان اقرب بفالو عندي ولكنه مات معلسف شنسوي عاد الله يعين يلا نروح نرمي هذا اللحم الى داخل هذيك طب اذا عطينا سمك هل بيطلع لنا بيض لنرى ذلك بيننفسنا والله طلع بيض كافو اوكي الحين نضع هذه الاشياء الجديدة في داخل الثلاجة نحطها منفصلة ما بيهم يختلطون مع بعض والله شوف كيف زود المتانة حقهم والله كويس انا مدري لايك كل شي جالس ارميه هناك فاوكي عندنا ثلاثة وول نرميه هنا صار عندنا تسعة وول كافو يبدينا نقدر نقول ان انا جاهزين للشتاء نوعا ما بس اول شي خلينا نطبخ السمك اللذيذة هذي نشوف الى اي درجة تزودنا او خمس طعش وواحد اوكي كويس نوعا ما طاب عندي هذا البفلو هون فخلينا نشوف ايش يسوي اذا شغلنا البوق هذا هل حصل حاجة؟ هل سوف يظهر بفلو من العدم؟ ولا لازم يكون في واحد قريب عشان اقدر اخذ منه همم لا يوجد احد الظاهر انه لازم يكون في واحد قريب هذه فائدة انها تسحبه بس يا ليل وصلا عادي يلا نعود الى هناك اوكي يا شباب كذا نكون وصلنا لهاية حلقتنا شكرا للمشاهدة لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة في الحلقة القادمة بنتمشى بالشتاء مرة ثانية كان معكم تسولا غامر مع السلامة شubك شكرا للمشاهدة